موسيقى إذا أنت مغروم بشخص تخبر عنه بين الناس تصوروا معي اتنين حبوا بعضهم وقرروا يتزوجوا والزوج يقول الرجل يقول للمرأة أنا أحبك وأريد أن أتزوجك وأنت أجمل شيء بالدنيا وما في أغلى منك وأعزى منك وأنا أريد أن أعمل أحتفالي كبير وأنني أعمل أكله ولكن لن نعزم أحداً على العريس ولكن أنا وياكي ونتزوج بمكان جميل جداً وبأجمل قتال بالعالم ومن بعد ما نتزوج منرجع على لبنان لما نصل على لبنان كل واحد بنان ببيت وقدام الناس ما بدي إيك تقولي أنه أنا زوجيك وما تطلع فيي وتغمزيني وكذا ونظلنا ما بدنا الناس يعرفوا هيدا سر سر بيني وبينيك أنه نحنا مزوجين شو بتقول هالإمرأة لهذا الرجل شو بتقله بتقله أنت منك صادق بحبك لأن لو أنت صادق بحبك أنت بتخلي كل الكون يعرف أنه أنا بحبك صح بتتزوجني تعيش معي بتخلي كل الناس يعرفه فأنا يلي بقول بالمخدع بالمخدع أنا بقودة نومي بغرفة نومي أنا يلي بقول أنا بحبك يا يسوع هل أنا بعترف فيه بين الناس؟ هل أنا بعترف فيه بين الناس؟ إذا أنا بعترف بيسوع بين الناس هي علامة حقيقية أن حب صادق لهيدا الإله لا من هيك الاعتراف بيسوع المسيح أمر ضروري إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وأمنت بقلبك أن الله أقامهم بين الأموات خلص الاعتراف بيسوع أمر مهم والمسيح حط قدامنا رمزين يلي من خلال هالرمزين نحن منعترف فيه بالكنيسة وبين الناس الرمز الأول هو المائدة المقدسة يلي منسميها الإفخارستية لما الرب يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وكسر وقال هذا هو الجسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكره وبعد العشاء أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كل ما شربتم لذكره يعني هيدا المائدة المقدسة يلي منجتمح حول منا هيدا المائدة هي الرمز تعلن لنا أن يسوع المسيح أحبنا وميت عنا على الصليب أنه في حدث تاريخي صار هو موت الرب يسوع المسيح عنا وبموته أعطانا غفران الخطايا وأنا لما أكون بمحضره وعم اشترك بهالمائدة وعم تذكر ما صنع من أجلي باختبر شعور أني أنا إنسان خاطئ أني أنا إنسان رماد تراب فلما أشعر بهالشي شو بعمل؟ بقوله يا رب سمحني يا رب زيد حب لإلك تعبير عن حب عبادة زيد حب لشخصك ومن بعد ما بقوله يا رب دخيلك ارحمني وسمحني وقدسني بتطلع للمستقبل لحتى أتأكد أنه أنا إلي حياة أبدية وهونيك في عشاء عرس الخروف يلي بدنا نحتفل فيه مع بعضنا البعض فأنا لما بيجي على المائدة عم تذكر أنه خطيائي غفرت أنه يسوع المسيح أخذ عني عقاب خطيائي قال لازم أنا موت أنا لازم موت نتيجة خطيائي إجا المسيح قال أنا بيأخذ عنك خطيائي وميت على الصليب من أجل اثنين لما كن قعد بمحضر الله وبعرف شو عمل يسوع على الصليب بفهم أنه يسوع انتصر على الخطيئة يعني أنا صرت حر بيسوع المسيح يسوع انتصر يعني بطل للخطيئة السلطان على الإنسان لأنه أنا صرت خليقة جديدة بيسوع المسيح فأنا بعيش بانتصار مستمر وإذا سقطت برجع بقوم وبانتصر لأنه الخطيئة ما بتغلبني بقى أنا اليوم صرت أغلبها بيسوع المسيح يلي فيي ورقم ثلاثة كن أنا قاعد بمحضر الله بكتشف أنه بموته صار إلى الحياة الأبدية فبانفجر بالتسبيح والشكر لهيدا الإله يلي إذا عشنا سبعين ثمانين سنة على هالأرض فقلنا كل الأبدية معه له كل المجد إلى الأبد فبوقت الأفخارستية مائدة الشكر أنا وعم قوم بهالرمز هيدا أنا عم بعلن إيماني بيسوع المسيح أنا عم أعلن محبتي ليسوع المسيح وأنا عم أعلن أنه من دونه أنا ما فينا أستمر بالحياة إيماني بموته على الصليب يتبع هذا الإيمان حب لمن مات عني على الصليب وبعدين قناعة داخلية أنه مستحيل أن يستمر من دون ما يتغذى منه باستمرار لأنه هو الحياة وهو الخلاص وهو الرجال فالأفخارستية هي أعلان الكل ما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرونا بموت الرب إلى أن يجي تخبرون أعلان اعتراف يا جماعة أنا حول الماء دي عم اعترف أنا منتصب ليسوع المسيح أعلان حقيقي للملاء كلها أنه أنا تابع ليسوع المسيح والفريدة الثانية أو الرمز الثاني اللي حطوا يسوع بين إيدينا هو رمز المعمودية والمعمودية بتعلمنا ثلاث أمور أولاً برومي 6-3-4 بيقول أم تجهلونا أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته رومي 6-3-4 فدفدنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة فعن بقلنا الرسول بولوس الأشخاص اللي بيتقدموا لحتى يختبروا المعمودية هن من خلال معموديتهم عم يعلنوا عن حقيقة تاريخية هي أن يسوع المسيح مات ويسوع المسيح ما بقي بالقبر قام من بين الأموات الحقيقة الثانية اللي عم تعلنها المعمودية إذا بتفتحوا معي كولوسي الفصل الثاني 12 الفصل الثاني والآية 12 مدفنين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات يعني خطيانة دفنت في القبر وأنا اتحدت بيسوع المسيح مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها وأنا ما بقيت بالقبر أنا شو صار فيي أنا قمت مع يسوع المسيح من بين الأموات يعني المعمودية مش بس بتعلن حقيقة تاريخية إنه المسيح مات وقام بتعلن حقيقة إيمانية إنه أنا متت مع يسوع المسيح وقمت لحياة جديدة وأنا هلأ عمعي جدة الحياة أنا خليقة جديدة أنا ابن لهذا الإله الحي والحقيقة التالتة الحقيقة التالتة التي بتعلنها المعمودية بغلاطي 2-27 غلاطي 3-27 بقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بيسوع بالمسيح قد لبستم المسيح يعني المعمودية تؤكد رسمياً هويتك الجديدة إنك أنت هلأ صرت منتسب لشخص الرب يسوع المسيح مش لدياني ولا لشخص هو الرب يسوع المسيح فالمعمودية إعلان رسمي إعلان قدام الملع لما بتنزل بالماء وبتطلع أنت عم بتقول أنا عم اندفن مع المسيح لأنه مت عن خطيائي وأنا هلأ عم قوم لحياة جديدة وأنا هلأ صرت لابس المسيح وينما بروح الناس تتطلع بتشوف تيبنا صح هلأ وينما نروح نس تتطلع بتشوف يسوع يسوع لبسينه فما فينا بقى نخبي يسوع لأنه نحن لبسينه ما بقدر خبي هالجاكات لأنه لبسه فنحنا يلي لبسنا يسوع المسيح عم نعلن من خلال المعمودية أنه أنا تتابع للرب يسوع المسيح أعتراف يسوع المسيح فأريد أسألك سؤال صادق اليوم أنت يلي بتحب يسوع أنت يلي بمخدعك بتعترف بيسوع ليه ما بتطيعه بأبسط وأول الوصايا أول الوصايا يلي هن المعمودية يلي أن أحبني أحد يحفظ وصيائي فأنت يلي بتقول أنا تتابع ليسوع المسيح أريد أسألك لماذا بعد ما اعتمدت؟ لماذا بعد ما أعلنت واعترفت رسمياً أنك أنت تابع ليسوع المسيح؟ أريد أن يشجعك من بعد هذه الخدمة إذا الرب عم يحكي معك أنك تقول لقائد مجموعتك أو لراعي الكنيسة أو للبدكي أنا أريد أن أعلن عن إيماني بيسوع المسيح وأريد أن أعلن أني أتحدث بيسوع وأريد أن أمت عن خطيائي وأريد أن أمت من بين الأموات من خلال هذا الرمز الذي هو المعمودية ومن خلال هذا الرمز نحن شو عم نعمل؟ عم نعبر عن حبنا لإلهنا لأنه يلي بيحب بيعترف بالآخر يلي بيحب بيعترف بوجود الآخر يلي بيحب بيعلن وبيشهد عن الآخرين